تعهد رئيس البرلمان العربي عبد العصومي بالعمل مع أعضاء البرلمان من أجل تعزيز دور البرلمان العربي في تنصيق العمل العربي المشترك وتعزيز مكانة البرلمان عربيا وإقليميا ودوليا وذلك عقب فوزه بدورة جديدة لرئاسة البرلمان العربي أكد العصومي أن المرحلة القادمة تفرض على الجميع مسؤولية كبيرة فيما هو قادم في مواجهة تحديات جسام وعمل شاق وشدد العصومي في هذا الإطار على أنه يتم العمل من أجل تعزيز دور البرلمان العربي في تنصيق العمل العربي المشترك وتعزيز مكانتي عربيا وإقليميا ودوليا وشدد على دور البرلمان العربي في التعبير عن التطلعات المشروعة للشعوب العربية في العيش الكريم وتحقيق الاستقرار والتقدم البرلمان العربي الآن في الفترة هذه اللي احنا تأهدنا أن نحن تكون دبلماسية برلمانية هي دبلماسية فاعلة أصبحت الدول العربية تعتمد وتصلكون تعتمد على البرلمان العربي وتطلب موقف البرلمان العربي فكل هذه الأمور احنا حرصنا عليها على أنها تكون الأداء الفاعلة للبرلمان العربي أوقفنا كثير من التجاوزات تجاه الأمة العربي لأن البرلمان العربي كان برلمان موحد جلسات التي كنا نقيمها كانت جلسات هادئة ومهنية حرصنا كلنا أن يكون لدينا صوت واحد بعيدا عن تجذوبة العربي بعيدا عن كل هذه الأمور أطلقنا كثير من المبادرات تم تبنيها عن مستوى العالمي منها مبادرة نداء الساحل برلمان العربي يقود الآن موضوع مكافحة الأرهاب على مستوى النداء الساحل ولت تبناتها الغمة العالمية البرلمانية الأولى مكافحة الأرهاب في فيينا طبعا في الأول مرة نوقع اتفاقية تعاون مع الاتحال برلمان الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة أول مرة أصبحنا نشارك في اجتماع اللجان الدائمة بالاتحال البرلماني الدولي ونكون طرفا في مواقشة وصياغة الغرارات التي تصدر عنها اشتركوا في القناة